النهاردة يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة لأمم المتحدة حيث يستعرض خلالها أهم القضايا الداخلية والإقليمية والدولية اللي بتهم مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط كان الرئيس قد ألقى أمس كلمة مصر أمام اجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين والذي تناول سبل التوصل لحلول فعالة لأزم التدفق اللاجئين نتيجة الاستراعات القائمة دائما في إطارها على محورية البعد التنموي والبعد عن سياسة غلق الحدود واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين وتوفير الحماية لهم بما يتفق والالتزامات الدولية السيدات والسادة تتحمل مصر انطلاقا من التزاميها الدائم بمسؤوليتها منذ تفجر قضية اللجوء أعباء استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات بلغ عددهم ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ ما بين مسجلين وغير مسجلين ونعمل على توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء ويتمتع العديد منهم بمعاملة متساوية للمواطنين المصريين في خدمات التعليم والصحة والسكن والاستفادة من منظومة الدعم السلعي قسوة بالمواطنين رغم العبء الكبير على موازنة العامة للدولة ولعلنا نتفق جميعا أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ينبغي أن تكون على رأس أولوياتنا الدولية ونتفق أيضا أنه لا سبيل لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلا بمعالجة جزورها الرئيسية وفتح مزيد من قنوات الهجرة الشرعية وتطوير أنماط جديدة لها والتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وليس من خلال الحلل الأمنية وغلق الحدود بالمخالفة لاتفاقية 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان السيدات والسادة إن الإدارة الجيدة للهجرة تعود بالنفع على دول المصدر والمعبر والمقصد فهي تسهم في تلبية احتياجات أسواء العمل ودعم جهود التنمية وخلق فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة غير أننا نرسل بمزيد من القلق ظاهرة قراهية الأجانب والتمييز العنصري ضد اللاجئين والمهاجرين التي تتصعد وطيرتها في العديد من مناطق العالم وبدأت تظهر في شكل مبارسات سلبية وعنيفة تتخذها بعض الحكومات مثل مصادرة الأملاك أو على المستوى الشعبية مثل استهداف الجماعات المتطرفة للأطفال والقصر من اللاجئين وكذلك تزايد الرفض المجتمع لاستقبال اللاجئين وإدماجهم في المجتمعات المستقبلة لهم والتقاص عن تقديم سبل الرعاية والخدمات الأساسية السيد السكرتير العام نسمي غاليا جهودكم لدفع الزخم الدولي لتناول قضايا الهجرة واللجوء ونراحب بالجهود الجارية من أجل سياغة وإصدار العهدين الدوليين حول اللاجئين والهجرة وندعوكم إلى بز المزيد من الجهد لتعزيز العمل المشترك وتشجيع الحوار بين الدول حول الهجرة والتنمية وتقاصم الأعباء والمسؤوليات وتطوير رؤية موحدة وموقف قوي لتوفير حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية ومعالجة الأسباب الرئاسية التي تؤدي بالبشر إلى الهجرة والنزوح إلى اللجوء مما يجعلهم فريسة في عيد عصابات الجريمة المنظمة فقد آن الأوان لنستبق العمل الدولي لا سيما وأنني ألمس رغبة حقيقية للاستفادة من هذا الزخم والبناء عليه وختاما أجدد وأؤكد التزام مصر بدعم جهود التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة وأدعوكم جميعا لتعزيز التعاون لدعم جهود التنمية والتوصل إلى حل الاستراعات السياسية في المنطقة حتى لا يضطر البشر إلى النزوح من أوطانيهم بحثا عن الأمان أو لنيل حقهم في الحياة وشكرا